وفي العراق أسفرت غارة جوية استهدفت موقعا لتنظيم داعش في مدينة الموصل قبل أيام عن مقتل ما يسمى بوزير الدفاع لدى التنظيم بحسب ما أردت جريدة التايمز البريطانية على موقعها الإلكتروني أعلنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية عن سيطرتها على شبكة أنفاق يستخدمها عناصر داعش بمدينة الموصل وقتلت أحد قادة التنظيم باشتباكات في الموصل القديمة وأفاد بيان صادر عن قيادة قوات الشرطة الاتحادية بأن القوات الأمنية سيطرت على شبكة أنفاق لداعش جنوب المدينة القديمة بالموصل وأوضحت أن الشبكة محصنة ضد الهجمات الصاروخية والقنابل الثقيلة وتستخدم مقر بديلا للقيادات الميدانية وأشارت القيادة إلى أن القوات قتلت أحد قادة داعش يدعى محمود الحديد باشتباكات في الموصل القديمة وتخوض القوات العراقية المشتركة عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى وثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد من قبض الداعش في المقابل أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن مقتل عقيد بالجيش العراقي خلال المواجهات مع المسلحين على جبهة الموصل وفي وقت سابق أعلن جيش العراقي عن تحرير بوابة الشام والتي تعد المدخل الغربي لمدينة الموصل فيما قالت قيادة العمليات المشتركة أن مقاتلي تنظيم داعش باتوا محاصرين في الأحياء التي يحتلونها داخل المدينة وأعلن رئيس الوزراء حيدر لعبادي في التاسع عشر من فبراير الماضي عن انطلاق مرحلة جديدة من عمليات قادمون يينينوى لتحرير الجانب الأيمن للمدينة وذلك بعد أن تم تحرير جانبها الأيصر